اشتركوا في القناة وفي قلب الداعي أن إرادة الله تعالى إرادة مطلقة إرادة غير مقيدة نحن الأفراد العاديين تحكمنا المعادلات الطبيعية تحكمنا أنظمة العلية والمعلولية في عالم الطبيعة الأدعية كثير منه يريد أن يبين لنا يؤكد في وجداننا أن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة خر وأن إرادته لا تتقيد بهذه العوامل الطبيعية المجعولة أبدا هذه قضية مهمة وأثرها النفس في المؤمن مهم جدا إحنا عندما في سجن الطبيعة في سجن المعادلات الطبيعية واحد عنده مشكلة عندما يلاحظ هذه الإطارات الأطر الطبيعية يشوف أمل ماكو وإذا فقد الفرد أمله ففي الواقع فقد كل شيء قضية الأمل جدا قضية مهمة نظام العلية والمعلولية يفقدنا الأمل الطبيب يقول ماكو أمل المجتمع يقول ماكو أمل التجارب الخارجية تقول ماكو أمل ولكن الأدعية تقول إن هناك أملا وهذا الأمل بتلك الإرادة الربانية التي لا يقيدها شيء أبدا لاحظوا مثلا أكو دعاء هذا الدعاء من أدعية الصحيفة السجادية ومذكور أيضا في مفاتيح الجنان الإمام السجاد صلوات الله عليه يبدأ دعاء جدا دعاء لطيف يبدأ هذا الدعاء مخاطبا الله تعالى يا من تحل به عقد المكار لعل معنى عقد عقد شايفين أحيانا الخيط بعض يلتف حول البعض الآخر ولا يمكن حله ولكن الله تعالى يا من تحل به عقد المكار ويفثأ به حد الشدائد ويلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب الصعاب صعب علينا ولكنها أمام الإرادة الإلهية الذليل وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمره من يحتاج إلى كلمة كن بمجرد الإرادة الإلهية ينتهي كل شيء ويتحقق كل شيء في دعاء السمات اللي الوالد رحمه الله تبعا للأحاديث الكثيرة كان يؤكد على قراءة هذا الدعاء في عاصر الجمعة اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لاحظوا الذي إذا دعيت به على مضائق أبواب السماء للفرج فرجت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض بالي مضمون الدعاء دعاء ليلة عرف من الأدعي اللطيف اللهم يا شاهد كل نجوة ومنتهى كل شكوى مشحون بهذه المعارف دعاء الإمام الحسين صلى الله عليه في يوم عرف يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا هذه الأدعية كلها تريد أن تبين لنا أن الإرادة الإلهية فوق كل شيء نحن يجب علينا أن تكون لنا حالة الأمان أهل البيت صلى الله عليه إرادتهم من إرادة الله سبحانه وتعالى في زيارة الإمام الحسين صلى الله عليه المعتبر التي هي من أصح الزيارات سندا الإمام يقول في هذه الزيارة إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم فنحن عندما نذهب إليهم عندما تذهبون إلى كريمة أهل البيت في قوم عندما تذهبون إلى الإمام الرضا صلى الله عليه في مشهد واحد بهذه الروحية يجب أن يذهب إليه بالله بمحمد تعليم وفاق مات بالحسن بالحسين بالأئمة بالأطفال